موسيقى ذهبت مريم الشابة إلى الاصابات في جبال يهوذة في منطقة تسمى عين كارم وهناك مكثت ثلاثة شهور على الأرجح كانت مريم الشابة تساعد الاصابات العجوز حتى ولدت ابنها يحنى المعمدان بعد ثلاثة شهور رجعت مريم إلى مدينة الناصرة لكن عندما ذهبت مريم وسلمت على الاصابات ارتقد الجنين في داخل الاصابات وامتلأت من الروح القدس وصرخت مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنيك من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي هذه الكلمات عبرت عن أخلاقيات الاصابات وعبرت عن تواضعها وعن تسليمها لمشيئة الله وعن خضوعها الكامل أدركت دورها في العناية الإلهية أنها التقت بأعظم امرأة في الوجود وهنا أحبائي منشوف واحدة من أعظم الأنشيد أنشودة مريم الخالدة هذه الأنشودة عبارة عن إعلان إلهي بروح النبوة وهذه الأنشودة هي مليئة بوعود الله والوعود الكتابية مليئة بالأمور اللاهوتية الجميلة صدرت من مريم الشابة وهذا اندل على شيء كان يدل أنه كانت ضليعة وفاهمة الكتاب المقدس وهذه الأنشودة تسمى ماجنفيكانت الكلمة اللاتينية التي تستخدم من أول كلمة ذكرتها في هذه الأنشودة عندما قالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع آمته فهو منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس وفعلا أحبائي كما قالت أليصبات مباركة أنت في النساء وكما قالت مريم جميع الأجيال تطوبني نحن نطوب ونكرم بطلة الميلاد القديسة مريم العذراء فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبته جروحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع آمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني ترجمة نانسي قنقر